ما هو اضطراب الفهم القرائي؟ هو اعاقة في القراءة حيث يواجه الشخص صعوبة في فهم معنى الكلمات ومقاطع الكتابة في بعض الاحيان يتم تشخيص اضطراب الفهم القرائي من قبل المتخصصين على انه عجز محدد في فهم القراءة يواجه بعض الطلاب الذين يعانون من اضطراب الفهم القرائي صعوبة في تعلم قراءة الكلمات ونطقها لكن فهم المعنى من النص هو التحدي الرئيسي لهم ومع ذلك فان العديد من الطلاب الذين يعانون من هذا الاختلاف في التعلم هم يجدون القراءة بطلاقة لكن يجدون صعوبة في فهم ما يقرؤونه اذا كان طفلك قادرا على قراءة مقطع ما بصوت عال ولكن لا يمكنه اخبارك كثيرا عنه بعد ذلك فقد يكون لديه عجز محدد في فهم القراءة علامات اضطراب الفهم القرائي اضطراب الفهم القرائي شائع يعاني حوالي عشر في المئات من الاطفال في سن المدرسة من نقص محدد في فهم القراءة بالنسبة لكثير من الاطفال مع SRCD وحددت ان تحدية القراءة تحدث لاول مرة حوالي سبعة او ثمانية سنوات على الرغم من امكانية ظهورها لحقا عندما يتوقع من الاطفال تحليل نصوص اكثر تعقيدا يمكن ان يعاني طفلك من اضطراب فهم القراءة اذا ظهرت عليه اي من العلامات التالية تحدية مع مهارات القراءة الاساسية مثل التعرف على الكلمات صعوبة فهم الافكار المهمة في قراءة المقاطع الاحباط المتكرر من مهام القراءة القليل من المتاعب في القراءة بصوت عال ولكن قد يقرأ مع اختلاف بسيط في النغمة مشاكل تذكر تفاصيل المهمة لما قرأوه قد يعاني الطلاب الذين يجدون صعوبة في فهم ما يقرؤونه في جزء كبير من اليوم الدراسي يمكن لأي فصل يعتمد على قراءة وفهم وشرح المواد المكتوبة مثل فنون اللغة والعلوم والتاريخ ان يشكل تحديات خاصة لأولئك الذين يعانون من مشاكل في فهم القراءة تحديد قضايا الفهم القراءة اذا كنت تعتقد ان طفلك يعاني من اضطراب فهم القراءة فانت تريد ان يتم تقييمه من قبل خبير يمكنك البدء بالاتصال بمدير مدرسة طفلك او مستشار التوجيه للحصول على معلومات حول كيفية طلب التقييم يحق للوالدين قانونا ان يتم تقييم اطفالهم لاعاقة التعلم التي قد تتطلب خدمات التعليم الخاص يمكن استخدام اختبارات القراءة التشخيصية لاعاقة التعلم لتحديد انواع المشكلات المحددة التي تؤثر على مهارات القراءة لدى طفلك من خلال الملاحظات وتحليل عمل طفلك ولاختبارات المعرفية وربما تقييم اللغة يمكن لمتخصص مثل اخصائي علم النفس المدرسي او اخصائي علم النفس العصبي او اخصائي ارتفوني تقييم ما اذا كان طفلك يعاني من اضطراب فهم القراءة من الممكن ايضا ان يعاني المراهقون والبالهون من اعاقة تعلم القراءة والفهم والتي لم يتم تشخيصها في مرحلة الطفولة يجب على الطلاب الاكبر سنان ان يطلبوا من مكتب الاستشارة في مدرستهم الحصول على موارد لتقييم صعوبات التعلم الاسباب وعوامل الخطر هناك عدد من العوامل المحتملة التي يمكن ان تسهم في مشكلة فهم المقرؤ هناك ايضا بعض الاضطرابات التي تعرض الشخص لخطر اكبر لهذا النوع المحدد من اعاقة القراءة اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط قد يعاني الاشخاص المصابون بالاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ايضا من فهم القراءة والذي من المحتمل ان يكون مرضا بتحدية الذاكرة العاملة التوحد يعاني بعض الاطفال المصابين بالتوحد من فرط التأكسد فهم قراء مبكرون وقادرون على فك تشفير الكلمات دون صعوبة ولكن لديهم فهم اقل للقراءة الخلافات الدماغ الطلاب مع العجز الفهم محددة القراءة تميل الى ان تكون المسألة اقل الرمادية في مناطق الدماغ التي تتحكم معالجة اللغة والاداء التنفيذي سواء المهارات التي تتصل القراءة عصر القراءة يواجه الاطفال المصابون باعاقة التعلم صعوبة في فك التشفير او ربط النص المطبوع بالكلمة المنطوقة في حين ان بعض الاشخاص الذين يعانون من عصر القراءة ليس لديهم مشكلة في الفهم يواجه البعض اللاخر صعوبة في فهم فقرة الكتابة بشكل كامل بسبب وطيرة القراءة البطيئة او المفككة مهارات المفردات المبكرة الضعيفة الاطفال الذين يستطعون القراءة بكفاءة ولكن لديهم صعوبة في استعاب جوهر فقرة الكتابة يتخلفون احيانا عن اقرانهم في مهارات المفردات الاساسية يمكن ان يعاني الاطفال من صعوبات في فهم القراءة تتعلق بالتحديات التي يواجهونها مع التشخيصات الاخرى مثل عسر القراءة او اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه او التوحد التأقلم والدعم مثل اختلافات التعلم الاخرى غالبا ما تكون مشكلة فهم القراءة اعاقة خفية قد لا يدرك الاباء والمعلمون والاقران ان شخصا ما يعاني من هذه المشكلة خاصة عندما يبدو اتقنهم للقراءة جيدا بخلاف ذلك هذا يعني غالبا ان الاشخاص الذين يعانون من اضطراب الفهم القرائي يجب ان يبدو لقادا اكبر لانجاز عملهم الامر الذي قد يكون مربكا غالبا ما يعرف الاطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم انهم متأخرون عن اقرانهم في مجالات اكاديمية معينة مما قد يؤثر على احترامهم لذاتهم وتحفيزهم هذا السبب يعد الوصول الى المعلمين والمتخصصين عندما يواجه الاطفال صعوبة في فهم ما يقرؤونه امرا اساسيا اذا تبين ان طفلك يعاني من اعاقة في التعلم مثل نقص معين في فهم القراءة اس ار سي دي فيمكن لمعلمي طفلك العمل معك ومع المتخصصين المحليين للتوصل الى استراتيجيات لتزويد طفلك بالمساعدة التي يحتاجها للنجاح في المدرسة يجب ان تكون هذه الاستراتيجيات جزءا من خطة التعليم الفردي لطفلك اي اي بي تتضمن بعض الاستراتيجيات لمساعدة الطفل المصاب بالطراب الفهم القرائي ما يلي التنظيم الرسومي للمقاطع المكتوبة تعليم القراءة واحد لواحد التدريب على اللغة عن طريق الفم كان الاطفال الذين تلقوا هذا التدريب والذي يتضمن دروسا في المفردات واللغة التصويرية ومهارات الاستماع والتحسن العام في قدرتهم على فهم اللغة المكتوبة مهام وتمارين ما قبل القراءة ترجمة نانسي قنقر